سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إذا كانت أو إذا عرفت أن هذه الليلة ليلة القدر ماذا أقول فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني وهنا من باب التنبيه يحصل خطأ في بعض الروايات وهي زيادة ليست بصحيحة في هذا الدعاء وهي زيادة لفظة كريم في هذا الدعاء الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر لفظة كريم الروايات الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني ذلك ينبغي أن نلهج بهذا الدعاء وأن نسأل الله عز وجل العفو والعافية ليس فقط في القنوت بعض الناس يظن أن هذا الدعاء لا يقوله إلا في القنوت إذا قنت فيه لا أقوله في أول الليلة في آخر الليلة في سجودك في قيامك في جلوسك أثناء قراءة القرآن أثناء خلوتك مع ربك بالذكر بالذكر تائمًا إلهج بهذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا